وفي آخر ساعة من يوم الجمعة ترى الله أرسلني عشانك أنت يا ذا المتابع وأحمد الله أنسخرني في أمثال هذه الفقرات اللي تعين وتيسر أن يتكلم في الأوقف اللي أنا بهذه الكلمات البسيطة الجمعية استفيد وأنا استفيد والقناة استفيد وكل من كان لها صلة في هذا الخير يستفيد وكلنا زي النحل عسل فهمت الصورة؟ فالآن نتكلم لكم عن آخر ساعة من يوم الجمعة وهذه الساعة فيها من القصص والمواقف العجيبة كان السلف الصالح حدث والله أنه لم يحضرني اسمه كان إذا حضر إذا صلى العصر أو ما أنا أتكلم أحد إلى غروب الشمس يدعي الله عز وجل يدعي يا ربي تكفى حقك يا ربي تخلني في الناس الأعلى فالآن فما ذلك أنك تقدم هذا المال في آخر ساعة من يوم الجمعة وفي خير أيام السنة عنكم وعن والديكم وعن من تحب وتدعي الله أن يخالف عليك أنا دائما أو أعطيكم مسارفة قبل تقريبا أمس العفو ما قبل أمس تقريبا قبل مدة بسيطة جاني شخص بس أبو سعيد كتب حقك طيب أنا رجال على وجه صوج ورجال نحاتي صعبة باروح شهر العسل ولي معي والله يعني شينا أروح بهنا وزوجتي يعني إذا كام معك شي ولا شي قدرني الله عز وجل لح أكون معكم شفاف قدرني الله عز وجل وعطيته مبلغ بسيط والله حتى مو بابر يعني كبير لكن إعانة وأنا ما أقول هذا الأمر معني مراءات لا والله أقوله مصداقة لقول الله عز وجل قد يا أيها الذين آمنوا قول الله عز وجل إنتوا بدوا الصداقة في نعمه هذا من باب الإعانة والله يتوب عليه يغفر لي والله أني نقصر عسى الله يثبتنا وإياكم فجاني قال صالب أنا والله أني على وجه زواج مامع ولا شيء قلت أنا كنت ما أخذ فلوس وحاطه في مكان معين قلت تدري أبشتر بساعتك وأخذ هذه الفلوس أسحبها وأعطيها ذر رجال الشاهد مر ورح الرجال شهر العسل تمشهه في فرمته وإستانس وإبارك لهم أنا خلاص لطبيعي أني ببعيش حياتي طبيعية شفين بروه يعني الشاهد أخذتنا الرسالة ويسول في ميعه ونضحها كأنوية بعد فترة ثلاث سبيع وقبل فترة بسيطة جاني رجل العباء السلام عليكم كيف حالك يا بوسيلي ساكي طيب سألني عنكم قلت له يا برحب ومسألة قال لي يبغاك يرسل ولده واحد من عياله ويعطيني ظرف قال سالم هذا مبلغ من الوالد والله العظيم أنك ما ترد يا والله العظيم قلبه ترد أبو يكتبوك ما يرد لكن والله العظيم ما أخذها وأنا وياه وأنا وياه وحلف ورص علي قلت بسر بالعب وعطاني الله المبلغ رح تأخذت الظرف ركبت السيارة أشوف الظرف والله الذي لا إله اللّه أنه اللي أعطيته الرجال أن نفسه في هذا الظرف إن الآن الله عز وجل رجعني المال والله عز وجل يسر أني يسرت على مسلم والله عز وجل يسر أني يدخلت في سروره على مسلم وكسبت اللهم منك الحمد مال وكسبت اللهم منك الحمد أجر وأسأل الله عز وجل ويتقبل الآن الجمعية هذه فأنا ما أقول لك رح ساعد متزوج وينتي بأجر يعني خلاص الفلوس هذه خلصها وخلصت سنتيناء أنا أقول لك 350 ريال 350 ريال هذه طلعت يوم الجمع يعني تطلع ليه تصرفها أنتو الشباب ولا أنتو إذا طلعته طبيعي أن تنصرف هذه الفلوس ويجي غير الفلوس وهذه هي سنة الحياة ولكن ليس طبيعي أنك تمسك هذه الفلوس وتكوابه يوم القيامة يعني الله عز وجل أعطاك هذه الفلوس عشان تلعم نفسك وتصدق على نفسك وتعطي الناس اللي معك ثم تجي أن تطلع له السلام وتمسكها وتعذبها هذا والله العظيم من نحرم فالآن هذه الجمعية نبغى اليوم نقفل هذا الوقف فأنا الآن جالس أرسل أبي أرسل الجمية أشوف كم باقي ساهم لي هذا اليوم فنفرح إن شاء الله جميع باكتمال هذه الألف ساهم في هذا الفقرة وأنا وإياكم نقدر نقفلها وما على الله شيء مستحيل وما على الله شيء صعب إنما توكيل على الله وفاعلنا السبب ما نطلب الأنفسنا نطلب لليتيم والفقير مثل هذه الجمعية اللي بتكون لك وقف جاري مدى حياتك وانا بالله العظيم بسم الله أنا جالس أبشوفها بسم الله بسم الله بسم الله